حياكم الله أيها المشاهدون الأجلة نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج أيها الإخوة الأعزاء إذا ما سألتكم سؤالا ما أغلى شيء تملكونه في هذه الحياة قد تتعدد الإجابات فقد يقال إن أغلى شيء أملكه في هذه الحياة المال قد يقول آخر إن أغلى شيء أملكه في هذه الحياة التجارة قد يقول آخر إن أغلى شيء أملكه في هذه الحياة البيت والأولاد تتعدد الإجابات لكنها في اعتقادي أنها إجابات غير صائبة الإجابة الصائبة الصحيحة أن أغلى شيء تملكه في هذه الحياة هي الحياة كيف هي الحياة؟ الزمن، اللحظة، الساعة أغلى شيء تملكه في هذه الحياة عمرك بكل لحظاته وبكل ساعاته وبكل تقائقه وبكل ثوانيه أغلى شيء تملكه في هذه الحياة هو عمرك إذن لا تبعثر بعمرك لا تبعثر بساعاتك لا تبعثر بسنواتك لا تبعثر بأيامك لا تبعثر بلياليك فكل لحظة تمر عليك أيها الإنسان في هذه الدنيا إما شاهدة لك أو شاهدة عليك حجة لك أو حجة عليك لا تتوقع أن الحياة بدقائقها وبساعاتها وبثوانيها تمر عليك هباء من غير محاسبة ألفاظك تحاسب عليها لحظاتك تحاسب عليها دقائقك تحاسب عليها يوم القيامة حساباً دقيقاً جداً الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أزماناً في كتابه عز وجل ذكر لنا الليل وذكر لنا النهار وذكر لنا الضحى وذكر لنا الفجر وذكر لنا الشمس وذكر لنا القمر لم يذكرها ذكراً عابراً بل أقسم بها والمقسم لا يقسم إلا بشيء عظيم قال الله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ماذا أنت فاعل في الليل ماذا أنت فاعل في النهار الله عز وجل أقسم بالفجر قال والفجري وليال عشر ماذا أنت فاعل في وقت الفجر الله عز وجل أقسم بالعصر قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر الله عز وجل أقسم ببقت الضحى فقال عز وجل والضحى والليل إذا سجى الله عز وجل أقسم بالشمس حيث دورانها وهي أم الكواكب أم المجموعة الشمسية والشمس وضحاها وأقسم بالقمر والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يقشاها كل هذه أزمنة ذكرها ربنا في القرآن ويشير لنا القرآن بذكرها ماذا أن تفاعلون فيها كيف ترتبون أوقاتكم فيها كيف تعملون أفكاركم وحياتكم فيها هذا الزمن وهذه الساعة التي تذهب عليك هل تستطيع أن ترجعها مرة أخرى؟ الدقيقة التي مرت عليك هل تستطيع أن تعيدها مرة أخرى؟ لا تستطيع، يستحيل، لا يمكن أن تعود مرة أخرى وكلما مرت بك الأيام وإن كنت شابا اقتربت إلى القبر أكثر وأكثر وجاءك الموت أكثر وأكثر واقتربت إلى الدار الآخرة أكثر وأكثر هذا دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا توضيحا قويا قال اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك هذه الغنائم الخمس التي يجب عليك أن تستغلها استغلالا دقيقا جدا اليوم أنت صحيح معافى لكن ربما غدا ستكون مريضة اليوم حي ترزق يمشي فيك الدم ويدفع في كل أنحاء الجسم في يوم غد قد تكون ميتة اليوم عندك فراغ ساعاته تمضي عليك دقائقه تمضي عليك غدا ستكون منشغلا وستشغل بأشياء أخرى ستذكر وقت الفراغ في يوم من الأيام التي مرت ساعته عليك هباء منثورة اليوم غني عندك المال وعندك التجارة وعندك المرتب يوم غد ربما تكون فقيرا معدم إذن استغل وقت غناك هذه غنائم خمس يجب عليك أن تستغلها يجب عليك أن تبادر إليها يجب عليك أن تسار إليها هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقولنا في حديث آخر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أبنى فيما أفنى وعن شباب فيما أبلاه وعن عمره وعن ماله عن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع امتحان لا واسطة فيه لا غش فيه بل لا مجال لأي أمر يخرجك عن الإجابة الصحيحة لأن كل شيء محسوب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى ماذا عملت بعمرك عن شبابك فيما أبليته شبابك وقت الشباب هو وقت العطاء هو زهرة العمر هم بنات الحاضر وزهرة المستقبل ماذا عملت وقت شبابك فواسف على الشباب الذين يضيعون أوقاتهم ويبعثرون بأوقاتهم في ساعات طويلة جدا إما في إنترنت وإما في جوال وإما في فيسبوك ساعات يقضونها بالليل وساعات يقضونها بالنهار في أمور خطيرة جدا وبال عليهم في أخلاقهم في سلوكهم في آدابهم في تعاملاتهم جراثيم تفتك بهم في داخل العقول وداخل القلوب وداخل البيوت حتى تنهي أخلاقهم تماما هذا الشباب فيما أبليته فيما أمضيته وقت القوة ووقت العطاء ووقت طلب العلم لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل لاحظوا العجزة والمسنين الذين بلغوا من العمر ما بلغوا بلغوا الستين وبلغوا السبعين وبلغوا الثمانين قل لهم ماذا تتمنون يقولون لك نتمنى أن نعود إلى وقت الشباب ولول لحظة واحدة هل سيعودون؟ كلا لن يعودوا لأن هذا من المستحيل علميك ماذا عملت به؟ أنت تعلمت هل طبقت ما تعلمت؟ هل أستفدت بما تعلمت؟ هل أفدت الناس بما تعلمت؟ وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ الشاهد هنا عن عمريك فيما أبليته وعن شبابك فيما أفنيته هذا العمر وهذا الزمن يجب عليك أن تضع خطة يومية لنفسك الوقت أربع وعشرون ساعة لا تزيد ولا تنقص ساعات مخصصة للنوم ساعات مخصصة للعمل ساعات مخصصة للأولاد ساعات مخصصة للبنات ساعات مخصصة للزوجة ساعات مخصصة للأكل ساعات مخصصة للشرب نظم حياتك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا وليس في شيء من عمل الآخرة قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئكما وأهم النار بما كانوا يكسبون فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى انتظرونا لا تبتعدوا عنا بارك الله فيكم أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضة مرة أخرى كنا نتكلم معكم قبل الفاصل عن قول بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا وليس في شيء من عمل الآخرة هذا الرجل يسمى بالرجل السبهلل رجل سبهلل لا يعرف قيمة الوقت لا يعرف قيمة الزمن لا هو يشتغل بأمر من أمور الدنيا ولا هو يشتغل بأمر من أمور الآخرة أتعرف إن كل دقيقة تمر عليك في هذه الحياة هي كنز من الكنوز التي لا يمكن أن تعوض ولكن مع الأسف تضيع من قبل كثير من الناس وينطبق عليهم قول الشاعر فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا وذرتها تعلو على ألف درة فمن أشغل الأوقات بالخير أثمرت بخير وإلا أشغلته بحسرتي أشغلته بحسرتي يتحسر الإنسان يوم القيامة على الساعة التي ضاعت عليه يتحسر الإنسان يوم القيامة على الدقيقة التي ضاعت عليه انتبهوا أيها الإخوة الأفاضل إلى أن كل يوم ما من يوم ينشق فجره إلا ناد مناد ابن آدم قد أقبال عليك يوم جديد وأنا عملك شهيد ولا أعود إلى يوم القيامة ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك ابن آدم إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة لاحظوا أن الأوقات من حيث الحقوق تنقسم على قسمين حقوق الأوقات وحقوق في الأوقات حقوق الأوقات ترتيبها تنظيمها تنسيجها برمجتها الرؤية الاستراتيجية قصيرة المدى وبعيدة المدى في تنظيم الوقت حقوق الأوقات أما الحقوق التي في الأوقات فهي الحقوق المرتبطة بأداء العبادات ما من عبادة يؤديها المسلم في يومه وفي ليله وفي صبحه وفي سنته إلا وهي مرتبطة بأوقات معينة ابتداء وانتهاء فالصلاة لها وقت إذا صليت الصلاة المفروضة قبل وقتها لا يصح وإذا صليتها بعد أن خرج وقتها لا تصح فوقت الصلاة منضبط لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء الصوم كذلك الصوم له وقت ابتداء وله وقت انتهاء كذلك الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ووجبت الزكاة في هذه الحالة وفي نوع من أنواعها وكذلك الحج له وقت ابتداء وله وقت انتهاء والنوافل كذلك صلاة العيد صلاة الضحى صلاة الأضحى عيد الأضحى عيد الفطر ما من عبادة يؤديها المسلم إلا وهي مرتبطة بزمن منضبط هذا دليل على ماذا أيها الإخوة الأفاضل دليل على أن ديننا يعلمنا الانضباط في الوقت الانضباط في الوقت من أهم الأمور التي ينبقي على المسلم أن يلتزم بها يقول عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله الأب حاتم الرازي هذا العالم الجليل الذي ألف كتبا في التفسير وألف كتبا في علم الجرح والتعديل وألف كتبا في أصول الفقه سئل كيف كان حال والدك في استغلاله وقته قال كان أبي يدخل الخلاء وأقرأ عليه وكان يدخل إلى البيت وأقرأ عليه كان يخرج إلى السوق وأقرأ عليه وكان يجلس وأقرأ عليه كان وقته كله قراءة وطلب علم قد يقول قائل هذا كيف هذا لا يمكن أن يكون هذا ربما خيال ليس بخيال هؤلاء أناس عرفوا قيمة الوقت عرفوا اقتناص اللحظة عرفوا قيمة الزمن عرفوا قيمة الساعة لم يضيعوا أي وقت من أعمارهم أبدا يقول بعض الحكمة إذا مر عليك يوم إذا مر عليك يوم ولم تؤسس فيه علم ولم تطلب فيه مجد ولم تنظل فيه وقت فقد ظلمت نفسك وعاققت يومك فكم من الناس شبابا صغارا كبارا هم عاقون لأوقاتهم هم مضيعون لأوقاتهم يقول بعضهم لأحدهم تعال بنا نقتل وقت الفراغ من الذي يقتل الآخر هل أنت تقتل الوقت أم الوقت يقتلك تعال بنا نقتل الوقت تعال بنا نقتل الفراغ تعال بنا نمضي هذا الوقت في كذا وفي كذا الوقت كالسيف بل الوقت كالسيل إن لم تقطعه قطعك لأجل ذلك يقول ابن المبارك عبد الله ابن المبارك هذه الشخصية الجليلة تابعي الجليل يطلب العلم حتى بلغ من الكبار العتية قيل له يا ابن المبارك إلى متى وأنت تطلب العلم قال حتى الممات إن شاء الله حتى الممات إن شاء الله أطلب العلم حتى الممات طلب العلم ليس مقيدا بزمن دون زمن ولا بمرحلة عمرية دون مرحلة عمرية أخرى فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها أو أخذها أن وجدها لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل في بلاد الكفر كيف هؤلاء الكفار ينظمون أوقاتهم لا يضيعونها أبدا كل ثانية يستغلونها استغلالا حسنا استغلالا طيبا ركبوا في الباص ترهم يقرؤون ركبوا في الطائرة تجدهم يقرؤون نظموا أوقاتهم نظموا ساعاتهم نظموا ساعاتهم ماذا حصل؟ حصل أن ابتكروا واكتشفوا وأبدعوا ونظموا هل معنى هذا؟ أن العرب أو المسلمين ليس عندهم أقل أو ليس عندهم تفكير أو ليس عندهم إبداع كلا والله عندهم التفكير وعندهم الإبداع وعندهم الفكر الثاقب لكن مشكلتهم أنهم لم ينظموا أوقاتهم تنظيما حسنا بل إن كل عشوائية في الوقت تربط بالعرب أو بالعربية يقولك هذا وقت عربي هذا أربط عربي كل ما فيه عشوائية ينسب إلى العرب نسأل الله العافية والسلامة لما؟ لأننا تعودنا على ضياع أوقاتنا تعودنا على ضياع ساعاتنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لنا؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس مغبونون مخدوعون مقشوشون نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ شاب أعطاه الله صحة أعطاه الله عافية أعطاه الله قوة عضلات شاب قوي شاب صحيح معافى في أي شيء يستقل وقته؟ في أي شيء يستقل عافيته؟ يستقلها في ماذا؟ يستقلها في أمور لا تعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة ووقت الفراغ فراغ فراغ موجود عند كثير من الناس ما الذي أتى بنا؟ أتى بنا إلى المشاكل لا نتكلم إلا في المشاكل أين الذين يجلسون للأجل العلم؟ يمضون فراغهم في القراءة في المناقشات العلمية الصحيحة إذن ما علينا أيها الإخوة الأفاضل إلا أن نرتب أوقاتنا وأن نستغل أعمارنا وأن نستغل ساعاتنا لأنها لا تعود إلى يوم القيامة وفقكم الله نلتقي وإياكم في حلقة أخرى السلام عليكم أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما نثالي سيد الأخلاق أنا في رحمتي دمع تضيق بفيضه الأحداق وبنفع وإنصاف وقلب ترجمة نانسي قنقر